ازايكم يا جماعة عاملين ايه يا رب كونوا بخير النهاردة هتكلم على مواصفات الشريك اللي بيحبوا برج الميزان برج الميزان لي بعض الصفات المعينة اللي بيتمنى انه يلاقي فيها الشريك ومش اي حد يبقى بيحبوا برج الميزان برج الميزان بيحبوا عشان بس نبقى معلومة من البداية لان برج الميزان من اكتر الابراج اللي ليها يعني ناس كتير بتتجسس عليها او ناس كتيرة عندي بتسأل عليها فبرج الميزان مثلا يعني هقول لكم على حاجة مهمة جدا جدا ان برج الميزان من النوع اللي يحب قوي الشخص اللي يهتم بيه الشخص اللي يحبه لكن اللي ما يجريش ورا يعني ما يحبوش الشخصية اللي تكون بتحاول ان هي انا بحبك انا بحبك انا بحبك الكلام الكتير قوي ازدنك كتير قوي في موضوع ان انت ترتبط بشخصية برج الميزان ان انت اللي بتحب وما فيش حد تاني بيحبوهم وان انت اكتر واحد بتحبوهم في الدنيا ده بيتخليهم يشوفوك بنظرة تانية انا واحدة هو من قدامكم بورج الميزان احب جدا جدا الشخص اللي يهتم بيا الشخص اللي يحبني ويخليني احبه بالافعال مش انه يجري ورايا لأ بافعاله بالطريقة باللي هو الحاجات اللي احنا هنقولها للباقي لكن فكرة ان حد يكون يحاول يقرب منك يحاول بيسأل لك كتير جدا بيسأل عليك بشكل زن اللي هو فكرة ما فيه فرق ما بين اهتمام وحب وفيه فرق ما بين الزن الاهتمام والحب ده بشكل وقت كده يعني لو يوم اه يوم لأ حب اه حب لكن مش 24 ساعة فيها زن وقتها بورج الميزان مش هيشوفك تماما سواء رجل او مرأة يعني رجل ومرأة الميزان ما بيحبوش يشوفوا حد بيزن عليهم دايما يحبوا ان هم يلفوا يفكروا كتير يشوفوا انت هل بتحبهم ولا لأ يسألوا نفسهم كتير عايزين يفكروا فيك اديهم الفرصة في ده ده اول نقطة تاني بقى حاجة بورج الميزان يحب جدا جدا الشخصية اللي بتهتم بنفسها بيحبوا جدا الشخصية اللي بتلبس شيك اللي بتكون حلوة اللي بيكون عندهم عطر مميز اللي يكون عندهم لبس كده طريقة معينة ما بتلاقش اللي عليهم هم بيحبوا من الاخر الناس المختلفين بيحبوا الناس اللي هم شكلهم حلوة شكلهم يكون جذاب مش معنى ان شكلهم جذاب يعني شعر اسفر وعيون خضرة انا جزي العيون خضرة في المعاملة لها دايما طلة وليها كلمة مسموعة وسط الناس اللي حواليها ينبهروا جدا بالاشخاص اللي هي اللي هي في وسط اصحابهم في وسط اصدقائهم في وسط المجال العملي ليهم بريستيج معين بيحبوا كمان الناس اللي هي تكون لها طموح يعني اجتماعيا يكونوا متميزين لان بورج الميزان هو شخص اجتماعيا مميز جدا فبالتالي ما بيتبهرش الا بالشخصية اللي شبهه او اللي اكتر منه يعني اللي افضل منه اجتماعيا او تنجح اجتماعيا اكتر او الشخصية اللي هي تكون شبهه في الطريقة في التعامل لحب الناس التقيلة يعني بورج الميزان يحب الشخصية التقيلة سواء رجل الميزان يحب البنت دايما اللي هي الرزينة العقلة اللي تحرقاتها دايما خفيفة كده او تقيلة حتى حرقاتها اللي هو يعني تعاملاتها تكون بحساب عارفة هي بتعمل ايه كويس مش متهورة يعني بورج الميزان مش عايز الشخصية المتهورة عايز الشخصية الرزينة جدا الشخصية العقلة جدا الشخصية التقيلة كده اللي هو الحلوة مش التقيلة اللي دمها تقيل لا التقيلة اللي هي وثقة في نفسها هم بيحبوا الناس اللي وثقة في نفسها جدا من الناحية العملية هم بيحبوا الناس اللي هي دايما عندها طموح عندها مركز قوي وبيحبوا جدا كل ما يكون الشخص ده في سن صغير عمل إنجاز أو عمل حاجة ينبهروا به يبدأ أن برج الميزان يقولك لا الشخص ده أنا مش مفوتها أنا دي يعني لازم أرتبط بيها فبرج الميزان بيجري جدا جدا وراء الشخصية النكحة مش الشخصية النكحة أنه هو يكون طمع في الشخصية النكحة لا الميزان مش طمع الميزان بيحب الشخصية النكحة لأنه بينبهر به ينبهر بالشخصية اللي لها طموح عالي لها حاجة عالية يقولك إيه ده ده بيوصلوا يعني في سن صغير كذا لا ده لما يكبروا إن شاء الله يبقوا كذا وكذا وكذا فدايما برج الميزان بيبقى عنده الحساب المستقبلي يعني دايما يبص للنظرة المستقبلية عشان كده بيبص قوي قوي لسن اللي قدامه إنه هو في الدراسة شكلها إيه في شغل عامل إزاي في عمل إيه وإيه وإيه في وقت قد إيه الحاجات دي كلها فالحاجات دي بتبهروا جدا يعني بينبهر بالأشياء العملية النكحة والشخصية النكحة والطموحة جدا جدا بينبهر بالشخصية الجذابة والشيك والأناقة واللي عاملة بريستيج في نفسها ولبس معين كده وعطر مميز والحاجات دي كلها كمان بينبهروا بالشخصية اللي نكحة اجتماعيا وقادرة على إنها تجمع أشخاص كتير حواليهم وإن هما يكونوا عندهم كلمة مسموعة أو كلمتهم لها حاجة لها هيبة شخصيات لها هيبة اجتماعيا فبرج الميزان يحب ده جدا سواء رجل أو مرأة كمان بيحبوا اللي بيحبوهم كاهتمام والده اللي احنا قلنا يعني أنا عايزة أقول لكم ان احنا بقولها بشكل مختص بيحبوا جدا الناس اللي هي بتهتم بيهم وتحبوهم ويبقى فيه كلام وغزل وكل الحاجات دي بس بتقل كده يعني تقل صنعة يكونوا مش فيه زن لازم يكون برج الميزان الشخصية اللي بتتعمل معاه الشخصية تكون تقيلة أو رزينة بس يبقى بيحبوا ويبقى مهتم بيه بطريقة معينة بطريقة اللي هو تقل صنعة بس فيه بقى حاجة تانية مهمة جدا برج الميزان بيحبها قوي قوي وانه هو دي دايما يعني برج الميزان يبقى بيجري وراء الشخصية دي لما شخص يلاقيه انه هو دايما فخور بيه لما لاقي ان الشخصية اللي بعايا فخورة بيه او الشخص ده صديق بس فخور بيه بيساعدني اكتر بيدعمني نفسيا بيدعمني اجتماعيا بيدعمني باي شكل من الاشكال حد يكون سند ليك او هي سند او سند ليكي فالفكرة كلها ان برج الميزان بيينباهر جدا بشخصية دي يبدأ يقول لا ده فعلا انا محظوظ بكذا يبدأ انه هو يخليه قريب منه يبدأ يشوف المميزات فبرج الميزان برضو من مواصفات الشريك المهمة جدا اللي لازم تكون موجودة انك تسنده انك تنصحه انك طعف جنبه انك تحس ان او تحسسه ان هو او ان انت سند لي او ان انت مش هتسيبه في وقت الزنة ان انت دايما هتدعمه ان انت واقف جنبه في حاجات كثيرة جدا فبرج الميزان عملت ده هيحبك قوي قوي وهتبق انت حقيقي من دمن مواصفات الشريك يعني هيبصلك هيبدأ انه يهتم بيك اكتر ويركز عليك ويشوف ايجابياتك عشان نرتبط او نكون مع بعضينا برج الميزان كمان بيحب جدا جدا الشخصية اللي هو يعني تفتخر بيه واللي هو يكون فخور بيها اجتماعيا عمليا كل الحاجات اللي احنا قلناها ولكن فخور بيها بسبب انه هم معتمدين على نفسهم برج الميزان ودي معلومة مهمة جدا انه هم ما بيحبوش الشخصية اللي هي يعني يعقولها ازاي اللي هم على حس اباقهم او ابوهم او امهم يعني بابا اماما دو اللي مثلا هم من عيلة غنية جدا لا برج الميزان يقولك ما هو عايش على فلوس بابا ما هو مش عارف عايش على مش عارف لكن بيحبوا جدا الشخصية اللي بتعتمد على نفسها اللي ما يهموش بابا عنده ايه وعنده 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 لا هو اعتمد على نفسه هو اشتغل هي مستقلة بحياتها وادرة انها تكون انسانة قوية يعني بيحبوا القوة بيحبوا الاعتماد على النفس سواء الاعتماد على النفس عمليا او ماديا يعني هم طبعا ما بيحبوش تماما فكرة ان حد يعتمد على فلوس بابا يعني روح كده تقدم لوحدة من برج الميزان والجوازة هتقولك انت شغال ايه يقول لها انا مش محتاج شغل انا بابا عنده وعنده وعنده هتقولك روح لبابا بابا يختي بابا يعني فبرج الميزان ما بيغوهوش الحاجات زي لكن هو من النوع اللي بيحب جدا الشخصية اللي تعتمد على نفسها وكمان تكون نكحة يعني قدرت ان هي تصنع نفسها بنفسها بيحب جدا المرأة المستقلة او الميزان عمتا بيحب الشخص المستقلة اللي محدش يتحكم فيه اللي محدش يقبقى عنده يؤمره يقوله لأ اروح لان اللي هيتحكم فيه الشخصية دي هيبقى بيتحكم في برج الميزان بعد كده فبرج الميزان يحب قوي اللي شخص اللي يعمله صور ويعمله حاجز وانه هو ما يكونش هو نفسه حد بيتحكم فيه فعايز الشخصية القوية عايز الشخصية اللي فيها امان اللي هو انا اتحمى فيك انت شخص يكون قوي محدش بيتحكم فيك محدش بيأمرك محدش بيتدخل في شؤونك عامل لنفسك مليون صور وفي نفس الوقت ده بيدي الامان لبرج الميزان بيحبوا جدا الشخصية اللي هي ما يغوهاش اي حد يعني بيعملوا حساب انهم ممكن يتعرضوا للخيانة للغدر كل الحاجات دي من قبل اي ارتباط فدايما يشوفوا الشخصية دي هل هي ممكن ييجي منها خيانة هل ييجي منها ارتباط ييجي منها غدر ييجي منها حاجة مشكلة ييجي منها انهم ما يسبونا في يوم من الايام بيسأل نفسهم كتير جدا فيعمل لك اختبارات كتير جدا سواء رجل او مرأة ويعملوا اختبارات ولما يلاقوا ان الشخصية دي عدت من الحاجات دي كلها وبقوا وصقين يبدأ يقول لك خلاص انا موافق فده برج الميزان سواء رجل او مرأة عامة انا بتمنى جدا انا اكون فتة اي حد عايز ييجي يرتبط لاصحاب برج الميزان لان كتير جدا بيترقبوا يا برج الميزان انتو بتترقبوا كتير وناس كتير بتحبكم جدا جدا انا بشكركم وبحبكم جدا وما تنسوش اللايك واشتراك في القناة تفعيل الجرس السلام